هنا نبيل عبد الفضيل مش شريف عبد الفضيل دايما نقوله نعرفه كويش نبيل صحبي ده هو حتى العهد الأخير ده فجيت بقى لما مضى وكده قلت له تاني ومشريف الحمد لله يعني الحمد لله أنت إيه سيبتك من نبيل في العهد قال لك كابتن قال لك كابتن رقصته بقى المراضي فببركله طبعا على تجديده وفي نفس الوقت الحمد لله طبعا هو كان عنده أصابة طبعا ما زال يعني بس لسه بأنه يومين هو ثلاثة شغالين الحمد لله بشكل كويس وفيه تطور في يعني تقدم في حتة الاستجابة بتاعت الإصابة وأتمنى إن شاء الله شريف من اللعيبة الجيدين واللعيبة الممتازين يعني بيقدر يجيد في أكتر من مركز وجوده مهم جدا وحتى يعني لما ما كانش لسه موضوع التجديد وكده اتكلمت معاه أكتر من مرة وطولة الفرقة محتاجاك ويعني أتمنى أن أنت تسيبك من نبيل وتخليك في التفكير كنت شريف من اللعبين اللي فعلا محتاجهم الفرقة وفي نفس الوقت إيجادته في أكتر من مركز بتخليه أنه يبقى لي حضوره أولوية في الفرقة والحمد لله طبعا أتمنى إن شاء الله بس الإصابات تبعد عنه ويمشي الفترة الجاية محتاجين ومحتاجين كل زميله أي خدمة عام شريف جود لكم التوفيق إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا أخذ كاما رسالة من أبراهيم وبعدين نروح لفاصل وارجع عشان نشوفها سئلتك أدينا 8 صفحات نجاوب نجاوب بشكل نجاوب سريع قولي أبراهيم خالد فرق بعت رسالة طيبة جدا خالد فرق بيقول بحييك على ثباتك الانفعالي وبعدك عن نرجسية المدرب أرجو إتمام الحرص على بطولة الدوري العام موقف النادي منها ده محمد وهبة فين أبو السعود فين أبو السعود لكن مش كاتب اسمه كابتن محمد أي فكرة حضرتك في تنظيم الفرقة وشكرا آخر الرسالة حقولها أنا عندي رسالة كتير بس عشان أجل هنرجع لك تاني أتمنى يظل كابتن يوسف على هدوءه ورسنته وأتمنى أن يفكر في أي من حفني لعيب مهاري يصنع الفرق لديه كل الخصائص التي تجعله يعود اعتزال بركات دهيسر شكرا 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 جزيلا خرجوا لفاصل أخير